رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما طريق السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في اول فيديو من فيديوهات الرمضانية رمضان اللي يدخلوا عليكم صحة وسلامة بكل ما كتمنى وان شاء الله اللي يتقبل الصيام والقيام اليوم ان شاء الله نشترك معكم عصير ديتوكس وكذلك واحد البطبوط مع مرب الله السبانيخ والجبن اتمنى ان شاء الله يجبكم وتفضلوا معي باشتفوا تفاصيل الفيديو اول حاجة هنا بالنسبة للحشوة دي البطبوط سنستعمل تقريبا ثلاثة دي الحبات دي البصل الاحمر ممكن تعاوضوه بالبصل الابيضي لابيضي لابيضة اللي غدا نشحره مع شوية ديل زيت الزيتون وهنا عندي 500 جرام ديل السبانيخ ما كنزيد لها لزيت الزيتون لوالوك نخليها عيه على النار هادئة تكتلق هذك الماء ديالها ومن بعد لو بغيتو تقدروا تزيدوا لها زيت الزيتون بالنسبة للبصل لك نخلي كيتشحر مزيان حتى كي يطيب وكيتع السليناو اللون ديالو بما انه استعملت البصل الاحمر فكيويلي اللون ديالو هكذا يعني حتى كيتعلك مزيان وخاما فيهاش السكر بالنسبة له هاد السلا دي هادا ترتفيه حد شوية ديل زعتر يعني معي لقاها كاك ديل زعتر سافيك نخلي وبعداد السبانيخ والبصل حتى كي بردو مزيان عاد غنخلطوهم مع بعضهم غنزيد هنا شوية ديالهريسة إلا ما كانش عندكم تقدر تعودوها بفلفل الأسود حتى هو كيشي بالنسبة الملح مل أحسن انا كنفضل مل أحسن حتى كي يطيبوه هاد السبانيخ والبصل وكل شي عاد كنزيدو الملح باش كنتحكموه في كمية ديال الملح وميجينش مالح هاد الخبز هادا هاد البطبوط هادا بالنسبة هنيا الجبن هادا الجبن صنع منديلي يعني اخدي تغيي اطرو ديال الحليب وكنزيد لي شوية ديال الحمض وقفيت شاركت معكم الطريقة نحاول نخلي لكم رابط اسفل الويديو بما ان الجبن انا درت فيه شوية ديال الملح باش يصبر ليه باش ما يخسرش فالذلك انا ما زلتش قاع الملح لان هاد السبانيخ راك يكونو مالحين موهيم حتى تخلطو كل شي ويعني وتشوفو يعني تتوقو الحشواء وتشوفو واش المدق دياله هو هادا كله صافي هنا بالنسبة العجين رافيت مني تشاركت معكم طريقة دياله بالنسبة الحشوات قدروا تحضروها هكذا في العشية وتخليوها اه يعني احتل اليوم بتالي عدد تستعملوها مش مشكل تبقى من زيانة اه تزيدوا عليها واحد شوية دير زيت زيتون من الفوق صافي وتخليوها صافي هنا بما ان العجينة شوية اه يعني انا طلقة اطلقتها شوية قد قد تلصق ماشي مشكلة انا غد استعملو شوية ديال سباني اه عفونا شوية ديال سميدة باش غدا نقرس هادا الخبيزة هادو الخبيزة هادو هاد الخبيزة هادو انا هاد الخبيزة هادو وجدتهم الوجدتهم الوليداتي للصحور انك يحمقوا على هاد الخبيزة اللي بسباني خادت شها مولدي صغير ووجدتهم ليهم اه جولدادين بزاف هادو البصل اللي كنزيدو اه اللي كنشحرو هاكده كنعلكوه كيعطي واحد الحلاوة فهد اه فهد مع هاد السباني خو الجبن كيجي واحد التوازن كيجي لديد بزاف هاد الحشوة كتجي لديدة فيتوقع لنزلتها يمكن في القناة غي مبقيتش عقلق مهم بما انني حطرتهم الباراح فقلت اه كان عندي شوية الوقت قلت نصورهم ونشاركهم معاكم سوف نزينهم بطريقة تركيا يعني كيف ما شفتو حط الفطائر تركيا كيزينهم بهالطريقة هدي اولا ممكن عيد كرسوهم طيبهم اما على المقلات اما في الفرن غي هي العجينة كنصحكم دائما زيدو لها العجينة اللي كالطيب في الفرن دائما زيدو لها اما تجنوها بالبن اما تزيدو لها واحد الكتلية واخت او تعجنوها بالحليب او تزيدو لها شوية زبدة يعني عجينة عجنوها اما بالخميرة البلدية او بالخميرة اللي بغيتو غي دائما زيدو لها شي حاجة اللي بش ارطبة اما لطيبنا على المقلات ما نحتاجو نزيدو حتى شي حاجة في صراحة غيل يعني الماء والدقيق والخميرة طافي كافي طافي انا كنحاول نستعمل واحد الكيمية كبيرة دي الحشوة حشوة من الاحسن تكون كتيرا ولا كنتو محطرين يعني حطرت الجبن كيفкимиاننا يعني حطرتوها في البيت لما كنتو زيدين له الملح فكتستعملوا الملح مش ميطج كو مش عود 2 مستوث هادوك السباريخ بعض المرات الى طيبناهم هما يعني بقي ما بقي ما دبلوش وزدنا الملح نقدره اقدر جينا مالح لانه هما ضغيه الكيميه ديالهم شفته 500 جرام ولات قداش يعني ولات كمية صغيرة الحجم ديالهم كيتقلص وبالتالي كنديرو يعني كمية كبيرة ديال الملح وكيجيونا مالحين وما اصلا مالحين صافي هنا كيف كتشوفو غدا نستمر بنفس الطريقة غدا نكملهم كاملين وفي هاد الاتناء راني سخنت الفرن يعني غيك نكمل صافي عيك نكمل يعني واحد اللاطة ندخلها الطيب في الفرن ما كنت سناش هليهم هادو ما قديش يخمرو ان الخميرة لانه لجينا ديجا خامره مزيان يعني انا خمرتها مع الصباح عجنتها مع الصباح و باش ما يجي ناش يعني فيه الماضق ديال الخميرة ما نخليوش يخمر بزاف لانه ده با الحل بس خن ما بقى ماشي بحل ليامات البرد ده با كو كان ليامات البرد اذا نخليه واحد ناس فساعة بحتي خمر اما ده بلا غدا غا نشعل الفرن ان شاء الله وندخلهم غي سخن وندخلهم هادا غدا نحضر هادو بهذا الشكل هادا غاية التغيير وصافي وبالنسبة لسبانيخ لما توفرتوش عليها ممكن تعودوها بالسلق او السلك لما عندكم شلا السلق لسبانيخ ممكن تستعملوغي واحد الكيميا كبيرة ديال المعدنوس المعدنوس يعني واحد شوج ديال الربطات ولا ولا ثلاثة حتى هو كتشحروه وكتزيدو ليه شوية معدنوس كيبغي شوية ديال الملح كتزيدو ليه شوية ديال الملح وتشحروه في شوية ديال زيد السيتون وعد كتخلطوه مع الجبن والبصل المشحر كيجي حتى هو الديد بزاف ممكن نزيدو حتى شوية ديال زنجلان داخل في الحشوة حتى هو كيجي الديد بالنسبة لدرجة ديال الحرارة ديال الفرن غدا تكون ان شاء الله كيف كتشوفوها هم دهنوهم بشوية ديال زيت الزيتون وكن نقدموهم بالصحة والراحة كيجيوا لدادين بزافت من شاء الله كيجي اشتركوا في القناة نقطع لكم واحدة بشتوفو من الداخل كيفاش كيجي كيجوا عامرين مزيان لان انا عمرتهم مزيان استعملت كيميا كبيرة في الحشوة اشتركوا في القناة هذا الجبن حتى هو كيزيدي يلددهم يعني كيعطيهم واحدة اللدة وخاصة الجبني كيكونوا محضرين في البيت كيكون اللدة من الجبن ديال اللي كنشروه في الكوميرس انا بالنسبة لهاد العاصر الديتوكس لانا قلت ولي نشارك معاكم الندام الغدائي هادي غدا انا اللي غدا نتناولوه وليدا جالي بماك يبغيوشو حالة للعاصر نقول لكم الصراحة ما كيشربوش هادا بالمرة حتى شي واحد مضحقو مهم كنستعمل هنا خيارة شوية ديال تمر شوية ديال زنجبيل وحبة هاداك البانان كنستعملوه غيباش كي تقلينا شوية هاداك العاصر وهنا عادة انا كنستعمل عاصر ديال الحمض ولكن هنا ما كانش عندي الحمض كانت قادلية استعملت البرتقال صافي وغدا نطحن هاد المكونات كاملة وكنحصلوه على هاد العاصر هادا كيجي تقيل وخاتر هكدا وكيجي الديد وصحي ممكن يعني ناخدوه في وجبة الصحور كي نستفدوه من البيتامينا ديالوم وكذلك حتى كي نقلينا الجسم من السموم ممكن تحضروه في وجبة الصحور ولستعملتوه في وجبة هادا سام سموسي ولستعملتوه في وجبة الفطور فكتاخدوه بوحدو يعني كتقطعو الصيام واحد ميرا وكتشربو هادا واحد الكاس وكتسنوه واحد يعني تشو تسلي وتسنوه واحد شو يععد كتناولوه وجبة الفطور ديالكم ان شاء الله غنحاول نتشارك معكم فيديوهات مقبلة بإذن الله واستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة